وفي اليوم الرابع والعشرين على الحرب إسرائيل تحاول ترسيخ تواغلها داخل غزة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن القوات العسكرية تمضي تدريجاً في تنفيذ خطتها فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الدبابات الإسرائيلية قطعت شارع صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب وهي تطلق النار في اتجاه أي سيارة تمر هناك في المقابل أكدت وسائل الإعلام التابعة لحماس أن الدبابات الإسرائيلية أرغمت على التراجع من شارع صلاح الدين لكن وبمعزل عن التفاصيل المؤكد أن إسرائيل صارت في صلب عملية الاقتحام البري وأن حماس تدافع بشراسة عن كل موقع موجود فيه فلمن ستكون الكلمة الفصل في الميدان؟ وهل تنجح إسرائيل في تنفيذ مخطة جعل غزة قسمين؟ أم أن حماس ستصمد وتمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها؟ محلياً التوتر يسيطر على جبهات الجنوب والقصف المتبادل متواصل وكالعادة فإن القصف من الجانب اللبناني لا يقتصر على حزب الله من يشمل فصائل فلسطينية عدة وهو ما حمل الجيش اللبناني على مسح مناطق جنوبية حيث عثر على عدة منصات لإطلاق الصواريخ توازياً رئيس الحكومة العائد من قطر يواصل اتصالاته حتى لا ينزلق لبنان نحو الحرب وقد اعتبر في حديث تليفزيوني أن لبنان في عين العاصفة مؤكداً أنه يعمل ما في وسعه لتجنب التصعيد وفي السياق فأن لبنان على موعد مع محطتين في الأسبوع الجاري الأولى مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف وما تحمله من رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين والثانية مع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة علماً أن المعطيات تفيد أن كلمة نصر الله لن تكون تصعيدية في العمق وأن طابع التهدئة سيكون غالباً عليها